هو الارتباط بالنسبة لي ويساوي إيه؟ ما هي التي احتاجت الأساسية في الارتباط ده؟ ما هي التي نقصني وما هي التي أنا محتاجة؟ محمود أي عايزة محمود؟ ده أنا عايزة محمود لا أتجوز أكس طب لما محمود تكلمها ومحمود دقيقة خاطر ما ينفع تكلم محمود؟ طبعا ما ينفعه بس غالباً هيحصل هتكلم محمود؟ وغالباً هي هتتجوز بعد الحلقة اللي هنم نعملها وبعد الهلك ده كله وميك أب وشعر وإلبسنا وجينا وأعادنا يبقى حرام عليك يا شيخة والله بجد بعد كل ده؟ وارد جداً آه يعني هتكلم يتجوز حد تاني يبضلوا يعرفوا بعض وده بيحصل جداً في علاقات مضطربة طب أنا عايزة تفوق عشان تعب القلب ده يعني إحنا فاهم؟ يعني حرقنا كتير حرام بقى وبعدت لنا يبقى أنت تطقيقتي بقى يبقى أنت تزهقتي مليتي بتعمليه بقى فإحنا عايزين نخلص حسير بتاعتها يعني الشنطة اللي فاتت كلها خسرنا فيها إيه؟ ما هو كان بيربيني جميل بس هو عايزني حلو قوي لما لقاني بضيع من إيده آه بس أنا خسرتك تفكر اللي هو خطيبة دي بيحبها؟ لو بيحبنا أنا؟ طب ما هو لعلمك بقى لما قال لما صاحبتي قالت أن هو بيكلمها ما كانش بيكلمها دي اللي كان بتتحك عليك ثلاث ظلمات هو ما قادرش يكلم حد غيري صحيح وهو ما كانش يعرف أن أنا باشرب وبعرف ناس جديدة وبعرف أن أولاد مش كويسين وبنات مش كويسين هو أنت عارف لو كان عارف؟ كان رجع لي لأن هو اللي كان بيطمن علي أخذ الدواء لا أنا عمر ما حد قال لي خدت الدواء لا وعمر ما حد كان حنيين عليّ رضي بقى وتلك هي بقى يعني إيه؟ هيدينها دا بقى يعني آخر جملة دي هي دا تفسير كل ما صحيح طبعاً أنا عمر ما حد اهتم بي زيه أنا ملاقيتش حني أنا ملاقيتش الحنية غير من دا ولقيت أقل درجات الحنية فاعتبرت أن هي دي كل العطاء زي ما قلنا التعلق المرضي قلنا في الأمر وأنا محتاجة أراجع نفسي هو أنا أصلاً بكسب إيه وبأخسر إيه في كل علاقاتي هو أنا موجودة ولا أنا بس خيال أنا موجودة عشان أبقى أضل هي محتاجة داكتور نفسي أو حد أخصائي في الوقت اللي هي في كل بتحكيت طبعاً محتاجة المساعدة هو إحنا محتاجين يعني بيقولك إن إحنا فيه كتير مننا محتاجين فرعاً أخصائي نفسي يعني كلنا كلنا عندنا اضطرابات أنا مش أقول مجانين لأنه في كافيدة كاترة بتقول كذا كلنا عندنا اضطرابات بتفاوت صحيح ده مجال؟ وكلنا محتاجين لصيانة حتى لو ما عندناش اضطراب كمرات ليه؟ فإحنا محتاجين صيانة ليه؟ عشان نحافظ على اللجوانا يعني نفسنا دي حاجة غالية فمحتاجين نحافظ عليها وانا ليه ما عملش صيانة النفسي ويجب أن نذهب لحد علشان فيه حاجات بتهرب مننا بإنكار بإنكار بحاجة احنا مش عارفينها عن نفسنا آآ هؤلاء بيقى فيه أصوات جوانا احنا مش فاهمنها او مش عارفين نسمعها ونتعامل معاها احنا محتاجين حد يساعدني أن أشوفها يبقى حد بالنسبة لي جايد يأخدني كده من إيدي يقول لي فيه كذا وفيه كذا وانت بس محتاج لكذا طب هي في أي مرحلة إنكار ولا آآ هي عندها شوية إنكار محترمين جدا عندها تبرير وإصاغة وتعميم شديد جدا التبرير ده نوع من نوعية الترباط طبعا التبرير ده نوع من نوعية الدفنسي من نوعية الحيل الدفاعية صحو مش تبريره وانا بقى يعني بقى بيقولك دايما انتغاضى وتغافل عشان يبقى حواليك علاقات كتير ويحواليك ناس كتير يعني عارف انهم بيقولك الموتين بيحبنيش بس انا بقول معلش يعني انت تغاضي مع مين مع ناس اللي انت بقى عليهم مع ناس اللي يريهم رصيد أصلا مش حد بيقزيني فانا تغاضى ساعت يبقى عندي مشكلة بس الاترابات مش مرض الاترابات مش مرض ولكنها أزمة يعني حاجة مكملة معنا حاجة سلوكية نمط ومحتاجين نشتغل عليه وهي عندها أكيد منها يعني هتحتاج فترة طب عشان تتعمل الفترة دي لازم تسيب خطيبها وبعدكها تشوفي عايز تعمل ايه لا مش لازم تسيبه طبعا ممكن جدا تتعافى وهي معاه بس اخد القرار انها تريد تكمل في علاقة ذي والثالث اللي هي الظلمته برضو هي بتتعافى وهي معاه اللي هو زهر في النص لا في واحد زهر في النص وتدعم مش كويس قوي بعد كده واحد ثالث يا اخويا جيه وهي بقى الظلمته كان كويس وبعدكده يتخطى بالبقى تمام جدا فمش ده ممكن يبقى ضحية من ضحياها ما فيه ضحيا كتير ما فيه ضحيا راحك كتير يعني دول اللي هي حكتلنا عنهم فيه ناس ما اسمعناش عنهم يعني فيه اشخاص هي عارفتهم ما حكيتش تفاصيلهم بس في النص كده واحنا بناتخبط يعني كبه في حاجات ما تحكيتش اكيد ما بتقولنا عرفت شباب كتير وعملت حاجات مش كتير وهو فيه اسوأ من كده أسوأ من احنا شفنا ده اه فيه اسوأ طبعا طبعا فيه اسوأ نبكت دي دكتور مخدقه كل ده عشان ايه عشان علاقة فشلة مالاش اي 30 لازمة او عشان علاقتي بنفسي هدور نفسي للدرجة دي يعني علاقتي بنفسي فيها اضطراب فيها فشل وهي دي العلاقة الأساسية طب شفت كتير زيناده كده اه طبعا طبعا من ايه من الاهل من النشأة من مراحل مرت بيها من صدمات عدت بيها في حياتها من مشاكل هي معرفتش التعامل معها من تراكمات كل ده بيوصلنا للحتة دي بيوصلنا للتراب ده غير طبعا استعداد ان انا مخلوق عندي استعداد لان انا اكون عندي للتراب ده والظروف ساعدت او لا بيو انت لو لتاك مثلا شايف ان جيلنا عنده نسبة كام مثلا من الحاجات دي من نسبة للترابات الحقيقة عدد مش قلال خالص يعني طبعا مفيش نسبة سابتة قدر اقولها بالضبط رقا بس بل انت شفت انا قصدي بل الناس اللي جات لك طبعا عدد كبير جدا جدا عدد كبير لان كمان الاجيال اللي فاتت في التربية بتاعتها كان فيه شوية مشاكل فدين عكست في الاجيال الحالية طبعا احنا ليه ما نتعاطفش مع محمود ده انه هي اللي كتبت عليه اصل نتعاطف معاه بمعنى ان نديله مساح انه يرجع تاني نا مساح ايه اقول انه كان ليه حق انه يخلع طبعا كان ليه حق طبعا كان ليه حق بس ملوش حق انه يكمل في سيزون 2 ملوش حق انه يرجع تاني انت ترجع معنا تاني ماذا كل سيزون اهمشي وشيلك ورايا انا معاولة تاني بأشكال مختلفة ويجع تاني محاولات تانية ويحاول يستغلها عطفان تاني وانا بس كنت بربكي خلاص انت نهيت العلاقة وخلاص فيه حاجة اسمها في علاقة انه يربيني او يقومني طبعا ده او يعلمني طبعا يعني يقول لي مش هتجوز غير لما قومك ده يعني حاجة مزعجة جدا من الطرفين يعني احنا مش بناخد الاشخاص كمشروع حننجروا ونزبطوا على مأسنا يعني فيش حاجة اسمها قومك احنا بناخد الشخص زي ما هو هنا ودلوقتي لو انا مش قابله على الوضع الحالي ما حاولش اغار في حاجة عشان مش حارف اتعامل معاه لما يتغير حيبقى نسخة تانية فمش حارف اتعامل معاه وهو عمره وحيكمل على التغيير اللي انا زرعته فيه هو جاي لما بيشوفها كده يعني هو الواحد بيجي عشان هو شايف دي كده شوفها جمحة نجحة يجيلك لانا اقومك بعد كده اقومها مش تعجبه تاني لانه مجاي عشان او الصورة دي صح